سلام عليكم حبيباتي مرحبا بكم معي في قناة كويزين ساميرا دي زاد لكم وحشة كبيرة كبيرة رجعت معكم وطلت عليكم فيديو جديد ان شاء الله يلقاكم بخير ويلقاكم في صحة جيدة وانتم ما تفرجوا في هاد الفيديو هادي مقبل ما نشوفوا تفاصيل تعل فيديو ندو شوية حسنات بالصلاة والسلام على خير الانام عليه افضل الصلاة واسكى السلام بدينا على فيديو ديالنا بحاجة حلوة يحلي يامتكم حبيباتي اليوم ما كنت شوفوا معايا هاد الحلويات لي جاتني من عند ديليس عين بنيان ولد اللي يعني بدلت الاسم تعالى باشتاع انستاغرام تعالحا ورجعتها ديليس دو مونيا شوفوا يعني مونيا راهي صديقتي ومن ذاك نقصر معاها قلت لها مونيا ولا غير توحش ويا هادك الكعك النقاش صدقوني يعني غدوة من ذاك في الليل جاني ليفغا غديالها وجاب لي هاد الحلوة هادي يقولها يعطيك الصحة مونيا وتسلم ايدك شوفوا هادك تشارك يعني التال مولي كان هشيش يعني تفتد داخل الباطا وهادك كعك النقاش شاني كيفاش يجي شوفوا تقولوا ماشي لي يدين لي نقشوه تشغل مخدم بالطابع الله يبارك كل حبة قد اخدها والنقشة هاديك الله يبارك جات ما شاء الله والبنة والقوام واشو نقولكم مونيا حبيبتي تسلم ايدك وربي خلي لك صحتك هاد الحلوية جابهم لي ليفغا غ في الليل صدقوني يعني ما امنش وقتاش يطلع الصباح باش نستمتع بيهم مع لاتاي ديالي المشحر لمنعنا عهادك هنا كانوا ولادي خلاص صباح كانوا راحوا هما يشربوا الحليب صباح عطيت لهم الحليب على بلكم على خطر لاتاي باش يطيب ويجي مشحر الله الله ويجيك شغل ملقم يعني ياخد شي الوقت باش يطيب لذلك انا يحترح ولادي باش تمتعت به انا ولمسيو قعدنا واش نقولكم قعدة كيمي يقولوا غير راسي وراس الطباق مع هاد الحلوية تعمونيا قولها يعطيك الصحة وبرك الله وفيك وانا هادو هما الحلوية اللي نحبهم يعني بزا بزا كي ما هقدر تشارك العريان كعك النقاش ما فيهم مش بزا كاكر بزا ويوال موتاني ملح ملح مع قهوة حليب صباح يقب لي ما نحبش الحلوية لاخراك اللي فيهم العسل ولا اللي فيهم طليامي هادو كي جوا بزا كحلوين ويعني ملح غرف المناسبات بصح هادو ما نقدر نكلوهم في اي وقت اهنا يا خلاص وقت التقلاش نطل شغلي يلا يلا الى النشاط الى الاجتهاد الى العمالي لاغوتين تعنا تعاك كل يوم اهنا شوف وكان عندي لفابو هادا تاع الحمام كان مبوشي شوية وكل يوم نقول لندوك ندير له نهارا حتى اليوم اه وعلا شاركت معاكم مهنا ناراني دلكلو بخدوية تاع دي بوشه ونرميوا عليهم مباشرة المسخون وهنا لازم نكونوا حاديرين نبعدوا وجهنا باش هاداك المام ما يطرش على وجهنا وفي نفس الوقت مام هاداك البوخار ليطلع لانو كشغل سيدي بخدوية شيميك لازم نبعدوا عليهم باش ما يطلعوش على وجهنا وما نتنفسوهمش نونك هنا نكونوا بزاف حاديرين وفالا هوليك يعني تمتمره ودي بوشه ومبعد كملت دلتلو رغيوة كيما قلت لكم لاغوتين تعنا يعني العادية لانو الحمام مبين يعني الاماكن لي تكون فضة لي لازم نديروها يوميا على خاطر مبين الاماكن لي تكتر فيها بزاف البكتيريا هي والكوزينة وفالا دونك دلتلو ملير غيوة مليح مليح للافابو هاداك وتاني كامل الفايونس ليكون مقابلو ليكون معاه باسكوتمة تاني كامل يطرش هادا صابون هادا دونتي يفخيص وبعد ما شلت كامل كلش مليح نجوز هاكدا بشيفونا تحبو تديرو فيها بعض قطرة تاني تعالوت جافيل وتجوزو كامل على الفايونس ديالكم هاكدا باش نقضيو على كامل الجاراتي ونخلو رائحة طيبة في الحمام ديالنا سيخطي ريحت لوت جافيل يعني واحد الريحة يعني ما شاء الله تبعت بالانتعاش وتبعت تاني بنقة وكملت جوز كامل يعني وين توصل يدي كما يقولوا في الاماكن وين يشوف احمد الاماكن اللي يكونوا بزاف بينين على العين هادوك تاني ما نغفلوش عليهم ونجوزو عليهم يعني على الاقل تجوزة خفيفة بعد ما ننقي الحمام يعني دا كان عندو حوايج تاني مدابية ما نخليش هاديك السلة معمرة من جيها باش ما يتراك مش عليها لا من ناحية تطباق تالي الحوايج ولا من ناحية تالي غسيل ديالهم سيخطو في فرصة أكو على بالكم نعاني وشو يام عا نشير دونك نحاولو ما نخليوش الحوايج كما يقولو يتراكمو علينا ومامتون مامو لكان الحال ماشي صاحي راحين نقدروا نشوفوهم بكل سهولة استعملت بخوفيت ديالي تاع الملابس فلور غيرت هادا اللي على بالكم أنا نموت على ريحتو ريحتو هايلا يخرج منها شاء الله ويبقى مدة طويلة دونك دلت للبرنامج تاع ميكس اليوم وعطاني درجة الحرارة 40 دقري وفلسوراج نديرلو ميلة يعني هدا هو العصير الميتالي لي ما يكمش بزاف الحوايج ومن العصير تاع الحوايج نروحو مع بعض الكوزينا ونشوفو العصير تاع الفواكه اليوم خياتي اني حنعرفكم بوحد الالة عاجيبة لعصر الفواكه ماشي برك الفواكه وحتى الخضر والاهم من ذلك يحن تحصلوا على عصير بتقنية يعني تعاصر حديثة جدا احن تحصلوا على عصائر طبيعية بملونات طبيعية 100% بيو بدون مواد حافظة موسرطينة وبدون ملونات اصطناعية هاد الليكس خاكتور ديجو هوليك هنا امامكم لا مارك كونينغ هاد العلامة الفرنسية اللي هي هنا امامكم كي ما راكوا تشوفوا فيها خياتي احنا عرفكم خياتي على هاد الالة وليزاكسي سواغ عفوان ديالها هنا عدنا هاد رأس الحربة انا سميتو هادا هو يعني ليعصر بطريقة صحية عكس السنتريفجيز وعكس الالات العاصر وحد اخرى هادا كي ما راكوا تشوفوا فيه ما فيه هموس ما فيه كي ما يقولوا اسنان ما ولو التقنية على العصر دياله تخلي العصائر اللي تحصلوا عليها عصائر طبيعية وغنية بالالياف وغنية بكامل الفوائد اللي فيها دونك هادو هما ليزاكسي سواغ كي ما اشتوهم يعني ساهل في التركيب دياله وجي معها تاني اون بروس لتسهل علينا التنظيف شوفتو خياتي صفايا ديالها تاني فيها هادو كثوقو بصغيرة يعني حتصفيننا العاصر اه وكيم يقولوا حن تحصلوا على العاصر خاتر وطبيعي مياه بالمياه هاد للالة هادي تخلينا تحصلوا على العصائر اه بتاع الخضر كي ما قلت لكم خاصة بالنسبة للدراري اللي ما يحبوش يكل الخضر انا حين نوكلوهم لهم في العصائر كين تاني اه اشخاص كي بار في السن ما يقدروش يتناولو الفاكية هاكدا كي ما الرمان كي ما قلو اه فاكية تكون عاصية عليهم يمكن ما عندهمش سنان انا حين نرحيوها لهم ولا نديرو لهم عاصر بها في هاد الالة هادي اه عاصر بيو طبيعي بير يعني يخرج منها غير العاصر هنا اول عاصر خياتي شاركتو معاكم كي ماشتو عدنا عاصر تاع البرتوقل المليح في هاد الالة ما تقشروا الفواكه ديالكم ما والو غسلوا برك ورميوا لداخل الالة هي تستكلف بكلش شوفو اللي ديشي ترميهم كامل في جيها والعاصر الطبيعي الخاتر يخرج في جيها شوفو هنا هادو البقايا تاع البرتوقال يعني كنت عاصرهم حاجة ما تخرج منهم يخرجوا ناشفين ما شاء الله وهاد اللي ديشي طبعا ما نرميوهمش نقدرو نديرو بيهم حلويات كي ما نقدرو نديرو بيهم دي كون فيجور جربت في خياتي عاصر تاع الجازر الطبيعي هنا شوفو حبتت عزرودية تاني ما قشرتهم والو غسلتهم برك مليح وعصرتهم كي ما را كنت شوفو فيهم شوفو العاصر يعني الكمية العاصر الكبيرة لي خرجتها لي الله يبارك بما شاء الله وحد العاصر خاتر عاصر جازر طبيعي مئة بالمئة شوفو ديك اللون الطبيعي تاني يعني من اروع ما يكون بفضل هاد الليكستخاكتر هادا لامارك كوني جانا حين تحصلوا على عصائر كي ما قلت لكم طبيعية خاصة الناس اللي تبعوا حمية اللي سبوغتي في حبو هكذا نحتع هاد العصائر كي ما قلت لكم الاشخاص المسنين حبو نعطوهم عصائر فيها فايدة كبيرة هاد الالة هادي يعني راح تخلينا نستمتعوا مع عائلتنا بهاد العصائر هادية هنا شوفو خياتي برك كامو لاحظة بالنسبة للبانان البانان يعني هو وطري ما عندها ما تعصر فيه لذلك انا شوفو خرجتو من الجيهة الاخرى لانها تخرجو كامل هاكذا نقدر نرميو معها بينسوخ شوية تعلمة هنا يدرت واحد العاصر مليح هايل بزاف للناس اللي يعانيو ملانيمي في حبه بانان في هاكذا شوية تعتشينا هنا قشرتها باش كما يقولوا شوية القشرة دفوا هادي اكتمدنا شوية المرورية انا هنا فضلت نقشرتشينا ورميت الحبة تعتشينا كومبلي كي ماشتو ونديرو معها البطرف نقدروا نزيدو معها حتى حبة تعطمر وهاوليك العاصر هادا هادا يعني نصح به بزاف بزاف للناس اللي تعاني ملانيمي يعني ستقوني كتشربوه راك وراح ينتفطنو وراح يبعد فيكم واحد الناشاط ما شاء الله راح نشارك معكم في الاخر تاني ولا هادا رابع نوع تعاصر اللي هو يعتبر عاصر المولوك ولا عاصر الديتوكس هاد العاصر المعجزة راح فيهم يعني تشكيلة خضر فيه السلق فيه الخيار فيه قطعة زنجبيل الطازج وفيه التفاح تاني وفيه الكرافس نوك نرحيو كلش هاقدان نرميو كلش باكي موقوت لكم نغسلو الخوضر دينا وهنا تاني نسيت موقوت لكم شاعدنا حبات تاع القارس تاني نحيت لهم حتى هما القشرة دي لهم باش ما يجينيش هاد العاصر مور باس كودي فر القشرة تمدنا شوية المرورية كومم وانت حصلوا على واحد العاصر بدك اللون الاخضر الجداب والاحسن من ذلك انه صحي هذا يعتبر كديتوكس هاد العاصر هذا ينقي الجسم من السوموم يمد نادارة للبشرة يمد ناشاط في الجسم ويخفف يعني الجهاز الهضمي ويتخلص كامل من الغازات ويخلي الانسان يحس روحه اخفيف هذا لو كنت شربوه ثلث ايام على الفرق يعني صدقوني راكم رايحين تبرا وتتخلصوا كامل من السوموم لي في الجسم ديالكم دونك اه وش نقول لكم على هاد الالة يعني صدقوني وكن ندير عليها فيديو كامل مخصص غير ليها من نقاش وش نهضر عليها المركة فرنسية دونك راهي جودة عالية بالنسبة للسعر ديالو كل معلومات اكو راحين تلقوها في صندوق الوصف رابط الاستمارة ولا ممكن تطلبوه عبر رقم الهاتف لروميجوز امامكم هاد اليكس خاكتو راهو من عند الموقع الرائع ثقابخي اه حتلقو ايضا رابط الموقع للاطلاع المزيد من المنتوجات في صندوق الوصفة ان شاء الله حبيباتي اللي تقدر تكسبها ان شاء الله ما تبخلش على روحها وعلى عائلتها بهاد الالة العصر الحاديثة هادي اللي كيما قلت لكم كسرت كامل انواع الالة العصائر المتواجدة في الصوق من الطبيعة من الصحة من هاد العصائر الطبيعية هادي نروح وضوكا شوية للتبناج نرجع شوية للتقلاش تاني اليوماني حنشارك معاكم هاد الوصفة من اطيب واروع ما يكون كيما شتوترت بذوق الشوكولة مختلفة تماما على انواع التارت لموالفين نحضروها نبدو بسم الله على بركتي الله نسبقوه في العاجينة في العاجينة اخيتي عندي زوج كيسان تعفارينا تقريبا مئتين وستين جرام حطيتهم غربلتهم زيت عليهم غرفة صغيرة خاميرة الحلويات ما تكونش معمرة ورشت على الملح نغربلوهم كامل خاصة الخاميرة ديفا تكون فيها حبيبات دونك سبقنا اقبل في المواد الناشفة حطيت لي بول ديالي فوق الميزان نوزن حوالي تسعين جرام مغغغين ولا زبدة لما عندهم شميزة كيما لا كنتشوفوا بالمغرفة لدينا زوج مغارف كبار وشوية واربعا نقولوا هكذا تقريبا هنا من الاحسن لا مغغغين ديالنا ولا الزبدة تكون بردة ومن بعد نبسوهم هكذا بهات الطريقة غير باليد ولا غير بالاصابع تقليد باش نديرو امبات سابلي نتحصلوا على هاد الخليط ولا هاد القوام الرملي هادا دو كان نخلطوا المواد السائلة عندنا هنا البنات زوج بيضات يكونوا في درجة حرارة الغرفة بالنسبة لحجم تقليد البيض يكون صغير ولا يعني من الاحسن يكون متوسط لا تستعملوش بيض يكون كبير بزاف اح نزيد عليهم هنا يا حوالي خمسين قرام تاع سكر رحو بيبات سيكخ خيستاليزي اح نوزن لكم تاني بالمغرفة هكذا لي ما عنداش ميزان تعرف يعني المقادير بالضبط كي ما كنت شوفو عندي ثلاثة مغرف كبار ماشي معمرين ملاح ملاح تاع سكر دو كلش راه واضح في الفيديو دوك عدنا خمسين قرام تاع سكر زيت معاهم مغرفة صغيرة تاع الافاني نضربوهم هكذا ملاح غير بالفوي اليدوي حتى نحسو شوية برك هاداك السكر بدأ يدوب ثم نفرغو هاد الخالط السائل هادا على المواد الناشفة ديالنا كي ما روكو تشوفو طريقة التحضير ديالها يعني ما كاش ما اسهل منها اهنايا نخلطو حتى نتحصلو على عجينة عندها نفس القوام بتاع عجينة السابلي اهنايا دوكا كي موقتكم على حسب حجم بتاع البيض لانو البيض موزناش وكل البيض شحال يوزن دونك اذا كان شتو الخالط ديالكم شوية جاري تقدرو تزيدو مغير فاتع فارينا كي ما انا يعني واستعملت بيض كي ما يقولو متوسط في الحجم لذلك قوتلكم متستعملوش بيض كبير بززا فراكو راحين تطروا تزيدو بززا في الفارينا والعجينة ديالكم جيكم شوية يبسا نطموها خيتي هنا بلا ما نعجنوها موالو جبت هنا يا مولاتا اخت حجم عائلي تحبوو تديروها في ليمول صغار كي ما تحبوو يعني بحجم فاري اهنا لكم الاختية رشيتو بشوية بكتع فارينا وحطيت العجينة ديالي ونبسطوها هكدا بهاد الطريقة يعني عجينة مانيابل سهلة بزاف في تشكيل ديالها نمشيوها كامل نطلعو هالعجينة ديالنا مع الحاوف ونحاولو نضغطو مليح مليح هكدا باش العجينة ديالنا تبقى محافظة على الشكل اديالها نحوو شوية هادوك الزوائد ما نرميوهمش انا يعني هادوك اللي شويتلي نحيتهم قدرت بهم حبة صغيرة من هاد الطارت هادوما اهنا لبنات دخلت المول ديالي وللعاجينة بعد ما شكلتها الفريجيدير ترتاح لحوالي اربع ساعة يعني انا باش تحكم روحاتمتم صراحة دخلتها للموجمد خليتها واحد اربع ساعة اهنا يعاود خرجتها جبت بابي كويسة نقطعوها على حساب المول ديالنا ونحطوهم الفوق هكدا بوقولياتا انا عندي هادوما يعني نخبيهم سبيسيال مو هاكدا كي نحب ندير ديال طاقت هاكدا يا باش هاداك اللي فون ديال طاقت يعني ما يطلع شو يبقى محافظة على الشكل دياله نزيد ناكد عليكم الخميرة تالي الحالوية ما تكتروش بزاف باش الخميرة باش عفوا ان العاجينة ما تضاعفش بزاف الحجم ديالها دخلتها للفوق على درجة حرارة 180 درجة مئاوية الطيب هنا يا خياتي نص الطيب ونعاودو نخرجوها وننحيو هادوك البوقوليات البوقوليات ديالنا وهاداك البابي كويسان النحيوه هنا شوفوك شو رطابة قبلون كي ما يقولو ونعاودو نرجعوها تكمل طيبها في الفرن حتى تاخد حميرة مليح مليح الطريقة هادي تسمحنا باش فون ديالنا يبقى يعني محافظة على الشكل ديالو كي ما كتشوفو مهبط موالو ويطيب لنا يعني بيان ويطيب كخوستيو نخلو لاتاقت ديالنا دوكات تبرد ونروحو نحضروا مع بعض كريمة الشوكولة لي هي عبارة على كريمة مراقية بزاف الذوق ديالها وشفيها تلاتة مكونات برك الكاسرونة ديالي حطيت تلتمية جرام شوكولة الطلي بالملعاقة لما عندهاش ميزان ست ملاعق كبيرة مع مرين املاح كما لا كنتشوفو فيهم انا استعملت هادي قوتي لا لها ذوقتها شوكولة لواغ انا رايحين نزيدوا عليها كخام فخاش عندي حوالي خمسمائة ميلي لتر تعلق كخام فخاش شوفو لازم تخيروا اللا كخام فخاش لتكون خفيفة يعني المادة الدسي متاحات تكون من الاحسن 10 بالمئة. يعني هنا مشي لازم ناخدو هاديك لاكخان فخاش لتكون لاماتي على قغاس تحاف و 30 بالمئة. انا درت زوج كيسان تقريبا على كخان فخاش وزت اربع كاس تاع الحليب. لاني كخان فخاش اللي استعملتها كانت شوية تقيلة لذلك خففتها بالحليب. وزت عليهم زوج مغارف كبار مايكونوش معمرين مليح مليح تاع مايزينة. ونخلطو كلش هاكدا بارد في بارد حتى يندمجو شوية هادوك المكونات تحل هاديك المايزينة. ونحطو الكسرونة دينا فوق النار من بعدوش عليها طبعا. حاجة كتكون فيها ناشاء لابلكم باللي تعقد. ونبقاوا مقابلينها ونخلطو باستمرار حتى شوفوون تحصلوا على هاديك القوام وعلى هاديك الريحة على الشوكولة اللي تطلع. واش نقولكم خياتي يعني ريحة من اطيب ما يكون. وضعنا شفتو هنا الكريمة تعنا لون بزاف شباب وقوام هايل بيان ليس ويعني كريمة بزاف هايلة. وكيما شتو ساهلة في التحضير ديالها. هنا يا بعد ما برد لفن ديالنا نفرغو الكريمة ديالنا. هنا تحبو تديرو لها شوية بانان هنا لكم الاختيار يعني ممكن تزيدو فيها اضافات كيما تحبو. ولكن غير هاكدا برك بها الطريقة جت من ارواع ما يكون. نمشيو هاديك الكريمة ديالنا كامل هاكدا. ننسيو وننسيوها شوية. انا كيما قد لكم دارتلي وحدة كبيرة ووحدة صغيرة هادوك اللي شتلي نحيتهم. لونك هاكدا ما نرميو حتى حاجة. خليت لها شوية كريمة ودرتها لها هاكدا من الفق. هنا يوم بعدا ندخلوها لتلاجة باش تبرد هاديك الكريمة على كل حالية. يعني تم تم تبرد وتم تم توجد تاني رهي سهلة بزف. بالنسبة للا ديكوراسيون تحا نحو نزينوها. ننقترح عليكم هاد الديكور وانتوما يعني كيما تحبو. هنا شوفوا البنات تخديت بابي كويسون. ارسمت عليه دائرة. وقطعت هاكدا دوائر. حطيتهم كامل هاكدا ملفوق. ورشيت شوية لو كاكاو. كامل ملفوق بما انو رايب يذوق الشوكولة. فضلت ندير عليها لو كاكاو هاكدا بهاد الطريقة. يعني نحطو كميات كون لابس بها. وبعدها نبدو نحيو في هادوك الدوائر. باش نتحصو على هاد الفراغات. وفي نفس الوقت يبنى هاداك اللون تاع الشوكولة الشباب. هاكدا باش من غطيواش. لانو عندو منظر بزف شباب. ومنظر ايشاهي. نحو هادوك الدوائر غير بالعقل. باش من منطيحوش هادوك الغبرة. تعلو كاكاو في هادوك الدوائر. ويبقاوا يعني الشكل ديالهم الشباب. تما انا زينتهم بحبات تعلي نوازات. ولا التزين يبقى اختياري. وطولتو قدرت شوية تاع الفيتين. على كل حال يعني ما بانتش بزاف. لانو اللي بغدو غديجاهو ما راهم. يعني عندهم نفس اللون تاع الفيتين. تحبو تديرو الوزئي فيلي. وكيما نقولكم التزين يبقى اختياري. وعلى حسب الشي اللي يكون متوفر عندكم. وهو ليك الشكل النهائي تعتارت الشوكولات ديالنا. الشكل راقي جدا خياتي. اه يعني اذا كان عندكم ضيوف. عندكم مناسبة. حبيتونتو ما تديروها الافراد لعائلة ديالكم. وتستمتعو بها. يعني ستقولي ما كوش راحين تنضمو اذا كان جربتوها. في الاخر ما بقى لي برك نقسموها. ونشوفو مع بعض كيف اشتجي هاد التارتها دي. هاوليك هنا شوفو يعني المنظر ديالها. يعني اللام اللي عاجينة ديالها. اللام الكريمة في البنة. في الدوق تحها. في لاتيك سيغتع الكريمة ديالها. يعني حاجة راقية. كم يقولو شكلا ودوقا. هاكدا باش نبدله شوية. يعني الوصفة كما نقولو ما هيش نوع ما اقتصادية. ولكن دفوا نحتاجوا وصفات كما هادو ما. خاصة اذا كان عندنا مناسبة. ولنحبو نديروهم يعني حجم صغير. نقدموهم مع العصائر الضيوف ديالنا. دونك الوصفات تستحق التجربة خياتي. بدنا الشكل روعة روعة. طوب ديو طوب كيما نقولو خياتي. جربوها ما كوش رايحين تندمو. اذا كان جربتوها شاركوني تطبيقاتكم. على صفحتي على الانستغرام. او باسكي وزين ساميرا ديزاد. في الاخر خياتي. متنسوناش بجامل الفيديو نقولكم نحبكم بزاف. تالا فر واحدكم. نتلقى في فيديو اخر. دمتم في رعاية الله وحفظه. وسلام عليكم في امان الله. اشتركوا في القناة